تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنيات من معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة نفاع البحرين وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في برقيته عن خالص التهاني وصادق التبريكات بهذه المناسبة مشيدا بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من مستوى عال ومتقدم من التطور والجاهزية والاستعداد بفضل ما تحظى به من دعم المقام السام لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بدور منتسب قوة الدفاع من الكفاءات الطبية الوطنية على صعيد التصدي لفيروس كورونا وعملهم المتواصل في مكافحة هذه الجائحة سائلا المولى عز وجل يعيد هذه المناسبة العزيزة على الوطن وهو يشهد مزيدا من الرقي والتقدم في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر